سياسيين ليس مصلحة حماس التي تسعى إلى تحرير فلسطين من الإسرائيليين ليست مصلحتها التقارب الإسرائيلي مع أي دولة عربية وخصوصه مع السعودية الحين دولة رئيسية هذا سياسيا فأي مسعى لتعطيل هذا التقارب أعتبر السياسي ناجحة العدل الاستراتيجي للإسرائيليين المرة فلسطينية الولادة توقع الآن جامعة الدول تطلع بنتيجة إيجابية أبو عبد العزيز أين جمعون دولة عربية لا لا ضرب الميت حرام حياك الله يبو عبد العزيز اللهي حياك بجيك يا مرحبتين وارتنا وشرفتنا وجودك الله يبارك الله يطول عمرك العقيد ركن طيار أهد حسن البذال الرشيدي رئيس الركن الاستراتيجي للدراسات نعم وعبد العزيز بداية نتكلم عن أهمية علم الاستراتيجيات في العلومة العسكرية طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بدر قبل يعني ندخل موضوع الحلقة هذه ويعني من الواجب علينا نعزي أهلنا في غزة في فلسطين على مصابهم ونسأل الله سبحانه عنه يتغمش شهدائهم ويفرج عنهم ويخضى هدوهم إن شاء الله يعني حقيقة كثير من الناس عندهم ناصفهم المعلومة هذه لما يقول شنو علاقة علوم العسكرية بالعلوم الاستراتيجية لكن لو أي واحد منهم بس يعني كلف على نفسه ودخل في على جوجل أو أي يعني أي من الجهاز بحث وحط شنو شنو أساس كلمة استراتيجية أو كلمة استراتيجية أساسها الأول هي كلمة إغريقية يونانية معنى استراتيجي منعها الحرب الحرب كلمة استراتيجية منعها الحرب وكلمة استراتيجية معناتها فن قيادة الحرب فعني الاستراتيجية أساسها هي هي العسكرية لأن ليش لأن ترى الناس على بالها الحرب بس هي قتال لا الحرب بدر أوسح أوسح من القتال يعني القتال جزء من أربع أجزاء تحتويها الحرب الحرب فيها المعارك القتالية الحرب فيها الوسال الدبلوماسية الحرب فيها الوسال الاقتصادية الحرب فيها الوسال الإعلامية يعني الإعلامية والاستخباراتية والإعلام والمعلومات فكلمة الحرب أوسع بكثير من كلمة قتال وهذا كله يعني التنسيق بين الأمور هذه كلها الحربية والاقتصادية والسياسية والمعلوماتية هي الاستراتيجية هي وتسمى فن إدارة الحرب فهذا بداية لما حنا عسكر نتكلم عن استراتيجية هذا فن حنا هذا فن العسكري مرتبط في العسكرية جدا هو أساسه الأرب زين بابد العزيز نحن نعرف الآن حقيقة إسرائيل وكيف تكونت إسرائيل نعم أولا بدر هذا شيء شخصي أنا حقيقة مسألة فلسطين مسألة مصرية بالنسبة لي من مطلق ديني حقيقة ومنطلق عربي ومنطلق إنساني فهي قضية بالنسبة لي قضية محورية في حياتي لذلك اهتمت فيها اهتمام كبير بل سعيت أني أعرف حقائقها مو من الإعلام لا أنا كنت قبل أن تقاعد كنت طيار في سرب النقل الجوي وكننا نسافر كثير يعني براء الكويت فاستغليت الميزة هذه فكنت أروح حق المراكز اللي العربية وقير عربية اللي تهتم في غضية فلسطين وإسرائيل العرب الإسرائيلي وكنت أروح أتعرف على الناس الخبرى في هذا المجال حتى والله رحمة الله عليه الدكتور عبدوها المسيري وهو صاحب موسوعة الكبيرة عن اليهود واليهودي والسرائيونية اتعرفت عليه في آخر عشر سنوات من عمره 98-2008 كنت تروح لبيته وقعد مع بيته في القائرة وفي مراكز عن فلسطين في دمشق وفي مراكز في أمريك في لندن فيها الأخ ماجد أبو عبد الله الله يبارك فيه وفيها العم إبراهيم أبو ستة الدكتور أبو ستة هذا كتب أطلس أنا أعتقد أنها من أهم الوثائق التي تبطل أكاذيب إسرائيل والغرب في قضية فلسطين هذا الأطلس إبراهيم أبو ستة أخذ من وثائق الإنجليزية كل الأطلس بما فيه من معلومات ومن صور ومن يعني بيانات مأخوذ من الإنجليز ليس من الفلسطينية أوكي يعني هذا ليس كتب فلسطيني كتب الإنجليز ويتكلم هذا أطلس أن ماذا استلم اليهود من الانتداب الإنجليزي سنة 48 لما قامت دوت إسرائيل استلم دولة كاملة دولة مزدهرة حقيقة يعني يعني مطارات جامعات مستشفيات مدارس بساتين غناء موانئ من أفضل الأقاليم في بداية القرن العشرين أقاليم الخلافة العثمانية كانت فلسطين وإسرائيل بدر قامت على أكاذيب يعني أنا أذكرني هنا المفكر الفرنسي اسمه روجيقا رودي بأنهات عمرها أسلم كتب كتاب يتكلم عن أساطير مكونة إسرائيل يوكلها كلها قائمة عليه أكاذيب أنا بس ودي أن أتكلم عن نقطة عشان تبيلك مدى كذب إدعاة إسرائيل ومن يدعمها وأعتقد أن الآن نحن نتكلم عن المعلومات كثير من الناس ما هي عارفتها قبل لذلك هي عندها يعني مثلا نقول ضبابية بفهم موضوع إسرائيل أنا بأعطيك منهم هذه أوكي في بداية القرن التسعة عشر يعني الف وثمانمائة جورج أمو جورج بوش جد جورج بوش الرابع اللي مسمى العائلة عليه عائلة عائلة محافظة دينا اسمه بوش الجد اللي مسمى العائلة عليه بروستنتي متعصب مسيحي وراح الحج الحج إلى القدس شوفش قال يقول لما نزل باخرة وركب على خيله وراح يجول في القدس وما حولها راح النابلس يقول يقول لقيت العرب وطلعوا من الكهوف وينظرون إلى هذا الحيوان اللي ركب أنا حصان شنو هذا شوف 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 الكذب ها فلسطين كانت من أزهر وأحلى وأرقى أقاليم الدولة العثمانية على ذاك الوقت لما جاء زارها بوش لما رجع أمريكا كتب كتاب شلق شاف هناك انتش الكتب هذا في أمريكا واصبح حقائق هناك لذلك طلعت من ذاك الوقت أن اليهود شعب بلا أرض لهم حقا يأخذوا أرض بلا شعب ترى هذه تأسست عليها يعني أحد قواعد قيام إسرائيل شعب بلا أرض لأرض بلا شعب شوهم بلا شعب والشعب لفلسطين لفلسطين مسلمين وفي مسيعين وغليم مزدير لكن كذابين كذابين بداية حتى يعني حتى نعطي الموضوع هذا المهم جدا حقيقة حقه حتى حتى يفهم المستمع والمشاهد شو تطورت الأمور وصلنا يعني للوضع هذا قدر الله سبحانه في سنة 1500 ميلادي يعني ما بين 1500 و1501 12 شهر قدر الله أن حدثت ثالث أحداث هذه الأحداث هي شكل حالنا الوقع الحالي سبحان الله 1500 هل الأحداث هذه؟ الحدث الأول اكتشاف أمريكا أوكي دعني أفصل شوي بهذا لما اكتشفوا أمريكا طبعا كرومبوس هو إيطالي وكان اشتغل بحار واكتشف عند الملك الإسباني نزل في أمريكا الوسطى سلفادور اللي نزل الشمال هي نوت كرولانا هو أمريكو اللي سمت عليه أمريكا هذا 1500 نزلوا 1500 أوكي واكتشفوا أمريكا وجووا يقولون أرض العسل واللبن والذهب صحيح دولة دولة غنية كانت يعني هي الآن أمريكا مورد طبيعية غنية الشاهد أن هذا الحادث تزامن ما حدث حصل في ألمانيا الحدث الثاني في قس كاثوليكي ألماني راح إلى القدس يحج للقدس حج النصارى يعني فرأى العرب هناك يعني ما عندهم شي اسم قس رأى رجل دين لا الإمام مالهم راح الدكان راح الدكان أكثر حفظوا القرآن هو يئمهم وليقى أنهم البايبل يعني الكتاب المقدس مالهم القرآن مكتوب لغتهم الانجيل مكتوب اللغة اللاتينية بس فالشعوب الشعوب الأوروبية ما عرفونها اللاتينية قديمة بعد إذا بتعرف الانجيل لأن تدخل داخل دير وتدس داخل دير تدس اللغة اللاتينية القديمة عشان تفهم الانجيل فكان حكر على الغساوسة أو رجال الدين المسيحيين لقى العرب لا العرب عندهم كتابهم يعني يتحولوا معهم مباشرة تظهروا الكبير اي وبلغتهم فراح وقال أنا أرجع ألمانيا وقال أنا أرجع الانجيل أنا ترافية تفاصيل كثيرة بس أنا أقول لك خطوط عريضة هذا حدث الثانية حدث الأول كتاب أبريكا حدث الثاني ذهاب هذا القص الكاثوليكي اسمه مارتون لوثر كاثوليكي ورجع ألمانيا وقال أنا أكتبها ويجب أن يفهمون الشعب الألماني شون مكتوب في كتاب المقدس الانجيل يتكون من جزئه العهد القديم والعهد الجديد العهد القديم هو التورا والعهد الجديد هو اللي نزل على عيسى أول ما يفتح الانجيل المسيحي يتكلم عن اليهود أبناء الله يتكلم عن اليهود الشعب الله مختار ويتكلم عن خروج اليهود سفر الخروج وسفر التكوين وسفر العودة أبناء الله شعب الله مختار وسفر الخروج سفر العودة والكاثوليك يضطهدون اليهود ويكرهون اليهود ويقولهم أنت قتلت المسيح طيب شلون نجينا حيننا يتكلم عن اليهود بهذا القدسية وهذا الجمال وهذا المكان فقال الله فيه غلط فيه ظاهر أنه فيه غلط فخالف الكنيسة ماته الكاثوليكية وأيده وناس فالكاثوليك يسمونهم بوردستنت بوردستع المعارض فبدأ يخرج مذهب البوردستنت 1500 بدر بدأ ينتشر بمذهب البوردستنتية في ألمانيا وفي إنجلترا هذا 1500 أخذ مداه أخذ مئة سنة وينتشر والملوك بعض الملوك يطهدونهم بعض الملوك يسمعون لهم يعني هنري الثامن ملك إنجلترا خلل بوردستنت يعني عرحتهم لأنه أراد أن يغير الكنيسة عنده عشان ما يتبع الكنيسة الكاثوليكية قاعد الكاثوليك في روما وهو إنجلترا كان أقوى من روما فقال له أنا بسوي كنيسة الحالي وأنا أصبح رئيس الكنيسة إيه الآن مستمر في المرحلة هذه لملك هو رئيس الكنيسة في إنجلترا فأصبح أصبحوا مو كاثوليك أوكي كنيسة خاصة للإنجليس فأصبح لبوردستنت أنت ترون في إنجلترا لما مات حكمت بنتها اسمها ميري ميري كاثوليكية وزوج كاثوليكي ومتعصبين قالت اللي مايرجع إلى مذهب الكاثوليكي أذبحها وصالت مذابح في إنجلترا حتى يسمونها بلادي ميري يعني ميري الدموية فكثير من البوردستنت في ألمانيا وفي إنجلترا هربوا بدينهم جديد وراحوا حق الأرض جديدة حق الأرض اللي فيها العسل واللبن أمريكا ترى أكثر عوائل المهاجرين ما هم مثل ما يذكرون نحن المساجين والمغامرين لا لا في مغامرين وفي مساجين لكن أكثر الناس مع عوائلهم بوتستنت اللي هربوا من الطهاد الكاثوليك خصوصا في ألمانيا في إنجلترا وراحوا أمريكا وراحوا أمريكا لما نزلوا بأمريكا نزلوا بروح برستنتية اللي تقول أن اليهود أبناء الله اليهود شعب الله المختار اليهود خرجوا واليهود يجب أن يعودوا وأن يعودون إلى فلسطين ماكوش رأيك فلسطين أو صهيون أو صهيون جبل صهيون اللي على القدس فنزلوا بروح بروح التوراتية هذا الشعب اللي يكون أمريكا ها مدر والكلام هذا 1600 قبل الثورات اللي حصات في أوروبا الثورات العلمانية الثورة فرنسية وما لحقها فمن 1600 إلى 1776 يعني التكوين الاتحاد الأمريكي الأول كانت هذه الروح السائدة الروح البروستنتية المسيحية اللي تؤمي بأن اليهود شعب الله ويهود أبناء الله ويجب أن يعني ندعمهم هذا الحدث الثاني أوكي حدث الثالث اللي ما حصل في 1500 ظهور عباس الصفوي في إيران وإجبار الشعب الإيراني لاتباع المذهب الشيعي الصفوي أوكي هو ما نشغل بالدين هو عداء فارسي للعرب هذا حقيقة يعني لكن يعني التشيع غطاء سياسي لجبار الناس لأن ما يقدر حق الناس أرجعوا حق المجوسية ما حيطي لكن قصب عليك تصير على المذهب الصفوي وهذا أطل يعني حركة الفتوح العثمانية في أوروبا حتى سليم الأول كان محاصر نمسا نمسا في قلب أوروبا اللي جعل يتراجع عن هذا الحصار وفتح أوروبا دخول عباس الصفوي إلى بغداد رجع إلى الشرق وهزم عباس الصفوي وأنهى الدورة الصفوية الأولى هذه فهذه ثلاث أحداث كتشاف أمريكا ونشوء المذهب البوستانتي وقيام الدولة الصفوية إلى الآن تهثيرها علينا الكلام رح أشوف يعني شنو علاقة المذهب بوستانتي الصهيوني مع الصفوية ترى إلى يومنا هذا الشاهد لما الأمريكان كونوا دولتهم كونوا دولتهم مو على أساس أنها دولة ألمانية وهذا يجب أن نفهم يعني الفرق ما بين الدولة الألمانية الأوروبية والدولة الألمانية الأمريكية لما قامت الثورات التحرية في أوروبا ضد الملوك والكنيسة طبعا أم الثورات كانت الثورة فرنسية كان يقولون هذا الشعار ما لهم اقتلوا آخر ملوك أوروبا شنقوا آخر ملوك أوروبا بأنعاء آخر قسيس يعني لا كنيسة ولا ملك بداية الألمانية هذه الألمانية طبعا قبلها كان في تبشير وفي عدبيات وكذا فلما قامت الثورات انتهى الآن ما في ملوك الملوك اللي قبلوا أن الشعب يحكم بصلاة مالك دستورية الآن مصطلح جديد مملكة دستورية الملك يملك ولا يحكم اللي يحكم الشعب عفوا وما هو كنيسة كنيسة ما تدخل في الحياة العلمانية كما معروف فصل الكنيسة عن الدولة فأصبح الكنيسة ما لها نفوذ سياسي ولا عسكري ولا أمني هذا حق الجيل الأول لما تطور الأمر وجاء الجيل الثاني في الجيل الأول كانت الناس تروح للكنيسة في أوروبا تروح للكنيسة حتى فرنسا تروح للكنيسة لكن ما لها تأثير الكنيسة عليهم سياسيا وأمنيا وأسكريا لكن الجيل الثاني اللي جاء ما كانوا رحوا للكنيسة ليش رحوا للكنيسة ما هيجبرني أبوي كان رحوا للكنيسة ويأخذني معاه الآن أنا ما هيجبرني لما جاجي الثالث لا خرجت الكنيسة عن حياتهم ما في حد لا كنيسة لما جاجي الرابع خرج الله عن حياتهم فاصبحت الحاد والعام في أوروبا الآن العلمانية اختفى وجود الله راس معظم الشعب الأوروبي الآن ملحد أوكي هذه العلمانية أمريكا بالعكس أمريكا لما بدوا يكتبون دستور معلوم وثيقة الاستقلال ودستور قالوا طيب ما نسمى الرئيس ملك نحن منحشي على الملوك فسموه مستر برزيدن بس سيد الرئيس بس لا سلطان ولا ملك ولا امبراطور ولا أمير وطيب نحن شوان بالحكم العلمانية نحن منحشي بديننا قالوا لا لا طيب هم كانوا اثنين هم مندهات يعني فرانكلون جيفرسون اللي كتبون الوثيقة قالوا لا أوروبا يحكمون في العلمانية فصل الدين على الدولة حماية للدولة من نفوذ الدين أمريكا لا نحن نفصل للدين على الدولة حماية للدولة من نفوذ عفوا حماية للدين من نفوذ الدولة فأصبحت تكون تكون الجيال أن كل مخلص لعيسى عليها أن يسعى بما يستطيع لعودة بناء الله إلى أرضهم فهذا هم يفتخرون الشيء هذا بعكس أوروبا دعمها لقيام إسرائيل كان من منطلق استراتيجي وحقيقة من منطلق إمبريالي الأوروبيين بدر إذا تذكر لما صار عندهم الثورة الصناعية والآلة وبدأت جيوشهم تتفوق على جيوش العالم عندهم القطار وعندهم البواخر البخارية وعندهم البارود فبدأوا يعني يسيطوا على العالم شعوب عددها قليل فرنسا إنجلترا فالجيكا فالجيكا كانت معتلة زائر كلها أوكي البرتغار كانت معتلة البرازيل كلها والفلبين كلها من الآلة هذاك بساكن عندهم رمح وسيف هذا عنده بندك وعنده باخرة إسرع من الباخرة الشرعية فتفوقوا الأوروبيين فأصبحت فيه مشاريع إمبريالية نحن فيه سنة شم الحين الآن هذه طبعا خذت مئات سنين يعني يعني قنا نقولك يعني أعطيك نماذج لأن آخر نموذج إسرائيل أوكي النموذج الأول كان في أمريكا أوكي لما الأمريكان هناك راحوا هناك واستوطنوا وسنة 1776 استغلوا عن انكلترا عن التاج الإنجليزي بدأوا يكونون الاتحاد الأمريكي أول كانت 13 ولاية بعدين بدأوا توسعون قضوا على السكان الأصليين يسمون الهنود الحمر قضوا عليهم يعني يعني في إحصائيات تقول 60 مليون قضوا على 60 مليون ليش وهذا مهم نفهم عشان نفهم شون إسرائيل مشروع الإمبريالي هذا تكرر في أربع أماك في العالم في مختلف الأزمنة أول ما صار في أمريكا ونجح وصار في استراليا ونجح وصار في جنوب أفريغيا وفشل وصار في الجزائر وفشل فشله ونجاحه يعتمد على أربع عوامل العامل الأول أن إذا رأت مشروع الإمبريالي أن ينجح يجب أن تحتل الأرض هذا أول عامل دعنا أمريكا مثال احتلوا الأرض العامل الثاني يجب أن تخلي الأرض من السكان الموجودين لأن هناك واحد ساكن يأخذ أرض طلب أرض يجب أن تخليها أما بطرده وأما بقتله هذا العامل الثاني العامل الثالث بناء مستوطنات الأرض المخلية هذه العامل الرابع جلب المستوطين الجدد الناس يعيشون حتى يأمنون وتزدهر دولتك إذا ما وفيت الأربع شروط هذه مشروع هذا يفشل في أمريكا حصل احتلوا الأرض قتلوا السكان الأصليين بنوا مستعمرات وجابوا السكان جدد من أمريكا ونجح مشروعي بريالي في أمريكا ومثل ما قدتك بس الناس جوا في روح توراتية هذه أمريكا حالها استراليا نفس الشي استحلوا استراليا قتلوا السكان الأصليين عملوا مستعمرات وجابوا ناس عاشوا مكانهم ونجح جنوب جنوب أفريقيا احتلوا الأرض فشلوا في قتل أو طرد السكان الأصليين بنوا مستعمرات جابوا ناس من أوروبا وعاشوا لكن عامل الثاني ما استوفوه هو لازم يستوفي كل الشرط الأرض بل ضبط عشان نجح شنو مآله جابوا ندله ربعا يقول هذي أرضي المآل تشهل بالشوء في الجزائر ترى الجزائر مو احتلاء فرنسي لا كان فرنسا تحط الخريطة الفرنسية تحط معها جزائر مع فرنسا يعني ضم هذا أرض فرنسية لما قامت الثورة الثورة الجزائرية في 1948 58 نهاية الثورة هذه اللي بعدها يعني ديقول قالنا أنا فهمتكم يعني وعطوا استغلال الجزائر مرغما يعني كان يعيش في الجزائر العاصمة 800 ألف فرنسي 800 ألف فرنسي يعيشوا في العاصمة هم بنوا جزائرهم لأن هذا هذا أرضهم ففرنسي احتلوا الجزائر فشلوا في إخلاءها من السكان الأصلي بنوا المدن جابوا فرنسي عاشوا لكن السكان الأصلي قالوا هذا أرضنا وهذا مآله وهذه أربع أربع حوامل بدرها يجب أن تستوفى عشان ينجح المشروع الإمبريالي هذا المشروع بنظر الإمبريالية الأوروبية إسرائيل قامت على ذلك بعد الحرب العالمية الثانية لما انتهت الحرب العالمية الثانية الدول المنتصرة هي شكلت النظام العالم الجديد أمريكا والتحاد السوفيتي وفرنسا وقلترا والصين ووضعوا مجلس الأمن وهيئة الأمن البنك الدولي صدوق النغد كل مؤسسات هذه عشان يحكموا فيها العالم ويا الآن حكموا فيها العالم فهم هيئوا لليهود الهجرة إلى إسرائيل أو إلى فلسطين كان مخير لهم أكثر من دولة واختاروا فلسطين هو حقيقة المسألة مثل الأوروبيين ما هي مسألة دينية بالنسبة لليهود والأمريكان لا مسألة دينية يعني عامل الديني في أمريكا عامل أساسي مع العامل الاستراتيجي يعني لكن ربا لا عامل الديني ما لا أين تأثير فأول ما ودوهم ودوهم إلى جنة الخضراء إلى إلى أرجنتين ونزلوا في أرجنتين إلى الآن موجودين في أرجنتين لك فشل مشروع ما فيها حي يطيحهم أن يروح هناك مثل ما قلتك إذا أنت حتليت أرض واخليتها وبيتها سلطنات لازم تستمر الهجرة هذه يفشل يفشل مشروعك لما حجعك يفشل مشروعك لما راحوا أرجنتين راحوا باخرة باخرة محجاهم ودوهم أوغندا نفس الشي محجاهم ودوهم نيروبي اللي ما سمح لهم ينزلون الإنجليز اللي كان هناك مستفطني قالوا لا ما تنزلون يرجعوا فيبيلك ما هي نظرة دينية النظرة الأوروبية ما هي نظرة دينية نظرة أمبريالية أوكي بس الأمريكان حين يجي فرق بين أمريكان فالأوروبيين ساعدوا اليهود ليقام دواتهم في فلسطين بنفس العوامل زي يعني يمكن الآن حنا ممكن أحد محاورنا مستقبل إسرائيل ذلك نحن برح تكلم عن الآربعين تفصل فيه مستقبل إسرائيل فشل يعني يعني مهما عملوا مستقبل هذا الكيان يعني الشاذ الفشل يعني ودليلي عليه على القياس على المشاريع السابقة أمريكا نجح أستراليا نجح جنوب أفيغة فشل والجزار فشل وإسرائيل ستفشل أكيد إسرائيل تفشل لأن هذه غير إنها إسرائيلية دولة يعني مسلمة والإسلام والعرب راح أوكي هذي هنتكلم عن نظرة إمبريالية أوكي احتلوا الأرض احتلوا الأرض ما أخلو المخص كانصلي الآن مو الحقان 2017 عدد الفلسطينيين في فلسطين يسوي عدد اليهود والآن أصبح أكثر اليهود أو الفلسطين الفلسطين أكثر أي الفلسطين الحمد لله يعني ترى العدو الاستراتيجي للإسرائيليين المرة الفلسطينية الولادة يو الله لأنهم يعلمون أن هذه هذه المشكلة يعني هذه الموت مهم خلتنا كم من مشروعنا وكانت تقول الكبير يموت والصغير ينسى أثبت بعكس الآن الصغير يعني يتربع ذلك من فضل الله والهجرة اليهودية إلى إسرائيل الآن نادرة نادرة أول قال بالألاف يصلت مئات أي من العشرات الآن هم قاعد يتآكلون فضل الله يعني حضاريا ما المشروع يعني شلي يعني يجعل المشروع هذا يستمر الدحم الأوروب وممريكي من ناحية والتخاذ العربي اللي جعل هذا هذا الاحتلال تهتو ترخيصة لو كانت فاتورة غالية والله ما حد يقعد منهم ما حد يقعد كل ممكن يرجع أوروبا يرجعون إلى ديارهم ف الأمريكان لا الدعم يعني دعمهم لتكوين إسرائيل يختلف مثل ما قلت لك يعني منطلق ديني يعني شوف هذه معلومة اللي اللي شكل المنظمة اليهودية الصهيونية أو المنظمة الصهيونية اليهودية صحفي المساوي يهودي اسمه شويدور هيرزل سنة 1897 والتواريخ هذا مهم عشان نفهم حنا ليش الدعم هذا المطلق كل يبون إسرائيل يصير عند الأمريكان اللي يتبع إسرائيل هو صح حتى لو يضر الأمريكا حتى لو يضر أمريكا لا اللي يتبع إسرائيل يقير هذا فوق فوق القانون فوق المصحة الوطنية فوق ليش ليس سؤال ليش نعم اللي شكل المنظمة اليهودية المنظمة اليهودية الصهيونية تيودور هيرزل هيرزل نظمها في في مؤتمر البال في سويسرا سنة 1897 أوكي في قصة أمريكي مسيح بوستنتي شكل المنظمة الصهيونية المسيحية قبل هيرزل بـ 242 سنة في سياتل بأمريكا اسمها بلاكستون قبل 42 سنة المسيحي بوستنتي الذي يمن بين اليهود شعب الله اليهود أبناء الله اليهود يجب أن يعودوا إلى صهيون شكل المنظمة الصهيونية المسيحية قبل 42 سنة من هيرزل اليهودي قبل شكل المنظمة الصهيونية اليهودية المنظمة الصهيونية اليهودية طبعا يعني إسرائيل دوت إسرائيل الآن أحد مناسبات القومية كلها يهودية إلا مناسبة وحدية مصيحية وهي مولد بلاكستون المسيحي يحتفلون فيه فالدعم الأساسي الأمريكي هو الدين أكبر منظمة كنسية في أمريكا اسمها واتسب WASP هي وايت أنجو ساكشن بوستنت وهذا فيها أكثر عدد من الكنائس البوستنتية وهي الدعم الرئيسي لإسرائيل غير أيباك اليهود الأمريكان الدعم إسرائيل فالصغيرة عند واسب فالدعم المسيحي البوستنتي الأمريكي هو العام الأساسي في أمريكا اللي ما فيه أي سياسي أو عسكري يستطيع أن يخالف هذا الدعم ينتهي سياسيا ينتهي لذلك أنا شوفه هذا أصبح اعتقاد عندهم أي نعم هو نفوذ أنا أصبح نفوذ أنت رئيس دولة رئيس أمريكا أو عضو برلمان بالكونغريس أو بالشيوغ أو يعني حاكم أولاية أو مختار مدينة يجب أن تؤيد إسرائيل لأن هذول مسيحيين هم واللي يعطونك صوات فأصبح لهم الواسب لهم نفوذ سياسي واسع في أمريكا لذلك ما في سياسي أمريكي يقف ضمن صحت إسرائيل ينتهي ينتهي شخص قال هذا بايدن يقول لقد يعني تألمت من مناظر قطع روس الأطفال في في إسرائيل ما في صفار ما في طفل مات ما في ما في صحفية مرة بدولنا جندي قال لي إن الحماس قطعه بس بيطعت قلت أنا أنا ما في شي وقام بيت لبيض قال يعني الرئيس سمع من متغريض جاية لا سمع من هو يقول بايدن يوسئوني أنا 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 صهيوني أنا صهيوني وقل يقولها بدون حياة لا بل يفتخروا يفتخرون صهينا لاكستون هذا لأسس المرض المسيحية الصهيونية يقول يقول على كل برستنتي يحب المسيح أن يدعب يدعم أبناء الله اليهود أن يعودوا إلى راسطين وعن صاد بعد ثمان وعن صاد صاد إسرائيل فهذا يطلب عمر يعني اللي شكل إسرائيل وجعلها يعني بهالقوة هذه لكن مآلها إلى فشل آمين وعبد العزيز في في اعتقاد عند على مرة العصور أن من يحتل فلسطين هو يحتل العالم بسطر العالم ليش لهذا سبحان الله شيء هل هل موقع استراتيجي هل لا لا والله بدر أنا يعني يعني إذا تتبع التاريخ البشري هذه المعلومة دليغة جدا حقيقة الواقعة من قبل الإسلام ترى لما كان رومان ومسيطرين على العالم كانت القدس تحت سيطرته لما أتوا المسلمين كان هم سيطرين على العالم كانت القدس تحت سيطرته لما جاء الإنجليز وسيطروا على العالم القدس كانت تحت سيطرته لما جاء الأمريكان أصبحوا قوة عظمة في العالم القدس تحت سيطرته هذا ليش موقعها استراتيجي لا 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 هذه سبحان الله بالأمور الدولية في ما يسمى مرابط يعني في مراكز لتغير نظام العالم حقيقة يعني لما تشوف أي تغير حصل في فلسطين هو تغير نظام عالمي قديما وحديثا وعلى مستقبلا إذا تغير وضع في فلسطين هذا تغير نظام العالم كان نظام العالمي أول يحكمه رومان لما المسلمين هزموا الرومان وسيطروا على القدس تغير نظام العالم أصبح نظام عالم جديد لما جول النصارى واحتلوا القدس في الحملات الصلبية تغير نظام العالمي أصبح المسلمين مو محاكم العالم المسيحيين محاكم العالم الكنيسة والحملات الصلبية لما لما رجع الصلاح الدين وأخذها انكفأوا النصارى في أوروبا تغير نظام العالمي كل ما يتغير الوضع السياسي في فلسطين يتغير نظام العالمي يعني العالم كله مرتبط فيه جداً أنا أعتقد أن فلسطين هي مربط النظام العالمي في التاريخ المشاري زين بهابد العزيز نتكلم عن تطور وجود اليهود في فلسطين وشون صار لهم دولة في فلسطين أوكي ما قلتك بساعة أنه في عاملين العامل الإمبريالي والعامل الديني هو من أول إسرائيل في الوطن العربي قد يكون العامل الإمبريالي أغدم لكن ما هو يعني ما هو بسين كثيرة مثل ما قلت لك أنا أن الأمريكان من زمان 1800 قلت صافت بوش لجد لما جاء وشاف إسرائيل ورجع هناك شاف فلسطين ورجع هناك وكتب كتاب كلاك هذه منه لماك واحد فظهر المصطلح المشهور أن اليهود يجب أن يذهبوا إلى فلسطين لأرض شعب بلا أرض مشتتين ما عندهم أرض لأرض بلا شعب فلسطين ما فيه أحد أحد الكاذيب اللي تأسس عليه إسرائيل الأوروبيين كان عندهم ما يسمى المسأة اليهودية كانوا منبوذين في المجتمعات الأوروبية طبعا اليهود جماعاتها في يهود اسمهم أشكناز في يهود اسمهم سفرديم ويبدو أن يهود السفرديم امتسجوا مع المجتمع الأوروبي وكانوا يخفون يهوديتهم يعني ما يظهرونها وكانوا ناجحين ناجحين بالحياة بالحياة الاقتصادية والسياسية والمالية طبعا الأشكناز كانوا متبسكين في يهوديتهم يعيشون في مجتمعات مغلقة غالبا تكون في أطراف المدن ويغلب عليهم النمط اليهودي يعني أجلك الله عفوا يعني يعني الفساد عندهم القمار عفوا كلمة البغاء الربا السريقات هذه في طبعهم سبحان الله والله سبحانه ذاكرون بغرآن يعني يسعون في الأرض فسادا وهذا سبحان الله هذا طبع اليهود اليهود يسعون في الأرض فسادا في أي مكان وفي أي زمان هذا طبعهم اللي الله طبعهم عليه فكانت في مسألة مسألة اليهودية في أوروبا يعني كيف خلاص من مسألة اليهودية كيف تخلص منهم هذه ناحية الناحية الثانية أنه بدأت بدأ مفكري إسرائيليين أو في يهود مفكري يهود يتصلون في المسؤولين الأوروبيين في النمسا هي بدأت بالنمسا كانت أقنعوا أحد الأمراء أن ليش أنتما تساعدوننا يصير عندها دولة في العالم في أي مكان لكم أنتم له نفوذ نكون لكم نحن نسوي لكم نصير لدولة وظيفية نحمي مصالحكم الإمبراطورية والإمبراطورية فالفكرة هذه جازت له فبدأ يوصلهم للمسؤولين الأوروبيين فرنسا في إنجلترا ويعرضون الفكرة هذه بدأت الفكرة هذه فكرة تجميع اليهود بدأت فكرة حل المسألة اليهودية بالطريقة هذه تجميع اليهود في أوروبا مساعدتهم على إقامة دولة خارج أوروبا هذا المكان لأوروبا لها مصالح استراتيجية وعسكرية وقتصادية فيكونون دولة دولة وظيفية كما يسميها عبدوها المسيري الدولة الوظيفية تخدم الراعي مالها فمثل ما قلت لك حاولوا في بعثهم حق إرجنتين وقفت هجرها اليهود ما عندهم دافع يرون حق إرجنتين وقدهم وغندا نفس الدافع فهيرزل هو أول ما نتكلم عن فلسطين وسوى كتاب اسمه الوطن اليهودي أو دولة اليهود وبدأ يتصل في البارونات اليهودية طيب من أكبر روتشولد روتشولد يعني مثل ما قلت أنه هو 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 اللي اشتهر في مسألة دعم القضية هذه ماليا وسياسيا هذا يهودي من ناحية ثانية هي بروستنتي أمريكي مسيحي لا يقل دعم لهذه القضية وهو روكفيلر روكفيلر وروتشولد وروكفيلر هم الداعمين الأساسيين لقيام دوت إسرائيل بداية من الهجرة ثم بتمكينها في المحافل الدولية فبعد الحرب العالمية الأولى لما هزم الإنجليز والفرنسيين الدولة العثمانية وانتهت الخلافة العثمانية وبدأت التقسيم ساكس بيكو تقسيم ساكس بيكو الشام تحت النفوذ الفرنسي ما عدا فلسطين تحت الانتداب الإنجليزي والعراق وجنوب تركيا تحت النفوذ الإنجليزي وتشكلت الأردن والعراق وسوريا ولبنان بدأت الآن الهجرة اليهودية تأتي من أوروبا تحت الغطاء الانتداب البريطاني والدعم الأساسي لهم مثل ما قلت لك التاجين هذولا اليهودي روتشيلد والمسيح وغوستنتي روكفيلر ومتكثلوا بكل شي بدأت المسألة هذه بعد بعد 1920 واستمرت عشر سنوات فكانوا قليل يعني مثل ما قلتك اليهود لما يجون يشوون مثل القلاع اسمها كيوبت يسمونها يجوشون فيها داخل و وفلسطين كانت مزدهرة يعني لما جو سنة 1920 فيها مطار مطار اللد وفيها قطارات فيها جامعات فيها موانئ مدينة الدولة جميلة جدا يعني لكن هم سووا الكوبتس هذه يعني المعسكرات المغلغة هذه بدعم من الانتداب الانجليزي أما زادت الهجرة حسوا العرب فقاموا بثورة ضد الهجرة هذه وعرفت بثوة القسام تشوفوا الحين هذولا كتاب عزيز الدين القسام عزيز الدين القسام هو رجل فلسطين عاش في سوريا رجل الدين وقام معارض الهجرة اتباه لها وصار قتال بينهم بين العرب المسلمين واليهود حتى ان احد احصائيات اللي ذكرها ابو ستة في سنة 1936 هذه قامت القتال بينهم الى ان وقفت انجلترا الهجرة ومعروف الورقة البيضاء ان استمرار الهجرة يؤدي القلاق وعدم الاستغرار في منطقة هذه انجلترا قادت شديد وقفت الهجرة فلسطين لازات تحت انتداب البريطاني 36 اللي عارض هذا امريكا قلت معاصي ما تقف الهجرة تكمل ايه لان اذا ما في مهاجرية ما في دولة اوكي بل بالعكس خلاص التسنوات من 1930 إلى 1936 نقص عد اليهود 8000 نحاشو ايه ما في امان هاشي اللي يجيبني طلحوا وراحوا ورجعوا مرة ثانية اووروبا وايضا بعد البريطانيين خفوا عليهم البريطانيين تواهقوا يقول يعني المفروض حينما سويا عن حمايتهم وعلى ماك ذا حميهم لك حين نحن جاه شيء قبل من امريكا ام من اووروبا كلها جوان امريكان ف36 قتل القسام ووقفت الهجرة قلت بالكلام عصي فبدأ الان مد الامريكي اوكي والتسليح الامريكي والتسليح الروسي والتسليح الاوروبي بداية الاربعينات وصووا وصووا عصابات الهاقانا يعني مجموعة مجموعة عصابات مسلحة لكن احسن سلاح افضل سلاح خاصة بعد الحرب العامة الثانية مدى والروس والاوروبيين يعطون افضل سلاح المدرعات والرشاشات تعاون العالم كله مع اسرائيل اي نعم اي نعم الى سنة 48 سنة 48 ان يقرروا ان تقوم دولة اسرائيلية وطبعا يعني مثل ما قلت لك بعد الحرب العرب عامة الثانية تكون انظام العالم الجديد وفي هيئة الامم وفي مجلس الامن فمجلس الامن او هيئة الامم شرعوا ما يسمى به حق الشعوب في تغرير المصير اوكي ترى ترى هيئة الامم اوكي تقوم في خدمة الصانعينها يعني اوروبا وامريكا وتحاد سوفيت هذا كل وقت كانوا يقومون بكل ما يعني يخدم اسرائيل كل القرارات تقال تخدم اسرائيل يعني تغرير المصير استفادت من الدول الاخرى لكن اساسه ان هذول المهاجرين يغررون شابون اذا غرروا على مجلس الامن ودول العالم كلها ان تحميهم لهم قرروا مساكن مساكن فهذا اللي حصل اللي حصل ان قرروا ان يقيموا دولة وعشان ما اصل حرب قاموا مجلس الامن وقالوا خاص احنا نسوي تصويت ان نقسم دولة ما بفلسطينيين وبين اسرائيلية عشان ما اصل حرب هذا كل وقت عدد اليهود في فلسطين ما يتاشر 15% اوكي اعطوهم نسبة نسبة من الارض ضعن خاصية المية ام اشوفوا شوفوا الظلم اه طيب اعطوا يعني اعلق الناس احفظوا العرب احفظوا الشيء هذا فحصلت حرب 48 لما حصلت حرب 48 كان اليهود معظمهم مسلحين اوكي القوات المسلحة اللي تقاتل تحت راية اليهود 48 60 الف مقاتل عندهم افضل اسلحة في ذاك الوقت الجيوش العربية اللي كانت قاتل تحت قيادة ملك عبدالله ملك اردن وكان في السعودية وكان في من العراق وكان في مصر كلهم 20 الف وعلى خين ما فيه وجه مغانا ما فيه وجه مغانا اوكي فنهزمه فهذه بداية بداية تكوين دولة اسرائيل اسرائيل قامت مثل ما قلت لك بدعم اوربي امريالي ودعم امريكي ديني اوكي دعم مطلق وتخاذ المطلق من العرب مضاحت اسرائيل شنو المصلحة الاوروبية والامريكية في دعم اسرائيل اوكي هذا المصلحة الاوروبية في مصلحة المصلحة الاوروبية مصلحة الاوروبية ان هذا الكم البشري اليهودي في في اوروبا علينا نريد احنا نتخلص منا نبعث الى فلسطين يكون دولة دولة وظيفية تخدم مصالح نحن الاوروبيين في المشغل الاوسط يعني حقيقة من اهم المصالح الاوروبية في الشغل الاوسط عزل الشرق العربي عن المغرب العربي اوكي يعني عزل الشام عن مصر الشام وشرقها ومصر وغربها ومختار وفلسطين المسألة هذه الدعم الاول من امريكي إله يعني إضافة إلى أن هذه الدولة الدولة وظيفية طالما مرة أحد القادة السياسية الأمريكان الإسرائيليين قال في مقابلة حق الصحفية أمريكية قال قال أن وجود الجيش الدفاع الإسرائيلي يخدم أمريكا أفضل من عشر ناغلات عشر محمد الطائرات لو ما كان عندنا إسرائيل في عندنا الجيش الدفاع الذي يخدم مصالح الأمريكية فيها المنطقة هذه كان أمريكا اضطرت تبعث عشر حاملات الطائرات وزعها عشان تحمي مصالحها هو صادق حقيقة يعني شوف أي مشروع أي مشروع نهضوي في الدول العربية هي مكلفة في جهاز لكن بدر مثل ما قل مثلا مثلا أقول مهما عمله مدام في فلسطيني في فلسطين يقول هذه أرضي وهذه أبيها ما ينجح مشروع ما ينجح مدام الإسرائيلي هذا اللي جاي من بولندا ومن كييف ومن رومانيا من العون خيرها قالوا قال تعال هناك جو أحلى جو بحر بتوسط وماكو ضرائب وأمان ونعطيك أرض وتزرائحها ومصنع يجي يجي ويجي وهو يعني يتأمن متى يوصل إلى الأرض الممعودة لكن إذا جاء شف ماكو أمان قال بينا وبالنفسه أوكي أنا بولندا كانت يعني كنت من ضايقة من نعيش لكن آمن مغرب نروح شي يعني عندي أرض زراعية وعندي مصنع وما حد أخذ من ضرائب لكن أنا آمن كل يوم أبو أبي أقتل مدام في فلسطيني وهذه أرضي لن ننجح مشروعهم زينو عبد العزيز الصراع العربي الإسرائيلي نعم يعني إحنا كمفهوم أن العرب لو تجتمع كلها على إسرائيل بيوم وليلة تنهيها هذا اعتقاد نصة طحية اعتقاد كل شخص عربي يشوف أن العرب كلها متحدة على دولة أو دولة مثل إسرائيل ما تقدر تنهيها شلو السبب لا إذا 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 قامت حرب عربية إسرائيلية لا العرب رح يفزون ما في شك يعني لكن كجيوش الجيش الإسرائيلي هو أقوى جيش في منطق في شغل الأوسط لأن أقوى من الجيش المصري أقوى أنا كانت حتى الجيش المصري مع الجيش الإسرائيلي حالها لماذا أقوى لماذا أقوى أقوى لأنه عندها من الأسلحة متفوقة على على عسكرية نعم وعندهم من الأعداد العسكرية التي تضاهي الجيش المصري من الجيش السعبوسي السوري لأن النظام العسكري في إسرائيلي يختلف عن النظام العسكري العربي الدول العربية الدول عندها جيش إسرائيل لا جيش عندها دولة أوكي نعم الجيش الإسرائيلي هو من يقرر السياسة الخارجية لإسرائيل وهو من يقرر النظام الأمني داخل إسرائيل الجيش الجيش هو مصريط على إسرائيل والسعب العسكري هي مصريط على إسرائيل والتجديد نظام التجديد الإسرائيلي يختلف بالعالم كله الشعب الإسرائيلي معظمة معسكر المجتمع معسكر هذا واحد الشيء الثاني الدعم الدعم الأمريكي اللام محدود ترى مثل ما قلتك أن أوروبا وأمريكا جعلوا اليهود في هذه المنطقة الحيوية لهم لخدمة مصالحهم إلى ثالث ورهو إلى ثالث ورهو إلى ثالث ورهو سبعين تغير وضع حرب أكتوبر الجيش السوري احتل جولان والجيش المصري تعدى خطبار ليف في سينة دخلت أمريكا مباشرة دخلت والأخص انتهت إسرائيل انتهت لو لا تدخل أمريكا نعم تدخل مباشرة أمريكا من بعدها أصبحت إسرائيل من فضل الله بدل ما تكون استثمار استراتيجي للغرب يخدم مصالحهم أصبحت عبء استراتيجي على الغرب يجب أن يحمونه وهذا فرق يعني التغير الجذري في وجود إسرائيل الآن في مضغاتنا إسرائيل بدون الدعم الأمريكي تنتهي والله سبحانه يقول إلا بحبل من الله وحبل من الناس سبحانه الله سبحانه الله نعم حبل من الله لما يعدون إلى الله هم هم الآن هم يدنهم الفساد بالأرض الآن بغي حبل من الناس الدعم الأمريكي وقلتك أنا ليش دعم الأمريكي المطلق ما فيه أي مسؤول الأمريكي يستطيع أن يمتنع عن دعم إسرائيل ما فيه من الرئيس لأصغر مسؤول هل هل هم ماسكين الاقتصاد في أمريكا لا عقيدة أو شي عقيدة عقيدة بروستنتية وأكثر الناخبين بروستنت أوكي والعمل السياسية تقوم على انتخاب زين يعني ليس مثل الكلام اللي يقول اليهود ماسكين اقتصاد أمريكا لا 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 طبعا هم ماسكين كل الإعلام ماسكين الإعلام صح 我知道 الإعلام صح والإعلام مهم جدا يعني يتشكيل مزاج الشعبي مهم جدا لأن الإعلام لكن الاقتصاد لا الاقتصاد ماسكين الأمريكان الموسات الأمريكية طبعا في رووتشيد من أكبر التجار الأمريكان اللي كان بقربه وارتغل إلى إلى أمريكا لكن مثل ما قلت لك يعني العامل الأساسي هو عامل ديني موستنتي تهون عنده كل شيء تهون عنده كل مخاطر تهون عنده كل تكاليف العقيدة فإسرائيل يعني حزمتها مو بالجيش مقابل الجيش بس ادعم أهل سراء فلسطين لما يدعم لها الفلسطين ينتفي وجود الأمن في إسرائيل للمواطن إسرائيلي كل مرة قامت تحرب ما بين غزة شريح الساحل الصغير وبين أقوى جيش في المنطقة جيش إسرائيلي لم تجرى القوات الإسرائيلية أن تدخلها لغزة تجرأوا مرة واحدة سنة عدد 2014 تدخلوا ست ساعات زين وطاحوا برطة مع الشاب الفلسطينيين ست ساعات نتسحبوا الآن الآن ما يدخلون إلا في المدافع والطيارات بس هذا دخلهم في غزة الآن يحضرون ويقدمون ويرجعون خطوتين بس شنو تقصد في دعم الفلسطين يعني دعمها مالياً أسكرياً دعمها دعمها في جمع النواحي دعمها سياسياً دعمها في المحافل الدولية والقانونية ترى إسرائيل وأنت يعني صاح أنت رجل قانون عليها من يعني القضايا الدولية اللي جرائم يعني فيها جرائم رأي بأن أوكي يا أمريكا يجب أن أن تطبقين النظام العالمي الإنترنت تحكمينه اللي يقول في أن في دولة فسطينية ودولة إسرائيلية إذا وقفوا العرب وقفوا عدلة ما سلها مخيار المشكلة أن أن كثير من دول عربية مرتبطة أمنياً وسياسياً في أمريكا أمسألة أن الحق الفسطيني ما عنده هو أولوية عند حكام العرب يعني عند كثير من حكام العرب القضية الفسطينية أو الحق الفسطيني ما أولوية عنده الأولوية حكمة أو زين إذا صار الحق الفسطيني يخدم مصلحة العرش يخذ ولد أوكي الآن لا الآن من من يتحكم في الوجود الإسرائيلي يعني بعمر الله سبحانه الأمريكان والأمريكان لهم مصارح أمنية وقتصادية واستراتيجية مع بعض الحكام العرب فعشان شيء يقول كان الدعم اللام اللامحدود من أمريكا والتخاذ اللامحدود من الحكام العرب أصبحت إسرائيل في في أمان فإذا إذا اختلف أحد العامل هذه أما الدعم الأمريكي يقل أو الدعم العربي يكبر تختلف مثلا داخل إسرائيل زين إيران الآن لها وجود في هذه الأحداث لها تدخل وشنو الصراع اللي بين هو الصراع ولا تنافس بين إيران وإسرائيل الله بارك فيك لو هو تنافس حقيقة أنا ما أراد صراع إسراء تاريخيا تاريخيا النظام الصفوي كان حليف لنظام النصراني أوكي في أوروبا من سنة 1500 من التاريخ هذا الخطير حتى في في سنة 1500 وشوي ملك هولندا أراد أن يغزو مكو المدينة فاتصوا في صفوي وتفقوا أن يعملوا عملية حربية مشتركة ينزل الأسطور البرتغالي في جدة واتزام معاه زحف صفوي إلى مكو المدينة هذا يعطي مشترك قدعتهم من غرب وبدأ التحضيرات ودخل الأسطول البرتغالي إلى البحر الأحمر متجه من اليمن إلى جدة لكن سبحان الله صارت في قلاقل داخل البرتغال وفشلت وفشلت العضية شوفوا 1500 وستمر هذا التحالف الخفي الـ 1500 هذه قيرت وجه العالم سبحان الله سبحان الله فلا زال يعني لا زال في في علاقات استراتيجية ما بين النظام الصفوي وأنا يعني خلني أكون دقيقة أنا تحج النظام الصفوي في إيران ما تحج على الشعب الإيراني أوكي والنظام اليهود في فلسطين إسرائيليين في كاتب اسمه تريتا بارتسي وهو أمريكي من أصل الإيراني كتب كتاب اسمه التحالف الغدر أوكي يتكلم عن التحالف ما بين اليهود إسرائيل وأمريكا وإيران يقول في تحالف ويضع في كتابه هذا يضع الدلال ورأيه يضع معلومات لأي إنسان يستطيع أن يتحق منها لما قامت الحرب العراقية الإيرانية سنة ثمانين هي كانت سنة انتخابات اللي صغت فيها كارتر ونجح فيها ريغن في حملة ريغن ريغن مورش الحزب الجمهوري في حملة ريغن اتصلوا في إيران أوكي وقال لهم إحنا مستعدين ندعمكم بالسلاح لأن سنة ثمانين كان الجيش العراقي هو محتل المحمرة عبدان كله محتل الجيش العراقي داخل داخل إيران فمستويا الحملة الحملة التخابية لريغن اتصلوا في الإدارة الأمريكية الإدارة الإيرانية الحكام إيران في هذا وقت كويني فمستعدين ندعم في الإيرانيين إنكم ما يطلقونهم إلا بعد بعد انتخابات لأن كان كارتر يفوضهم على الإطلاق وكانت ورقة ناجح عند الجمهوريين إنه هذا الديماراطي مو قادر يطلق الأمريكان ونجحوا وبدأت مد مد الأسلحة عرفت عرفت تاريخ اسمها إيران غيت إيران غيت هي عبارة عن قطع قيار الطائرات الأمريكية الطائرات الأمريكية في إيران وقطع قيار حق الصواريخ الهوك كلها قصة أمريكية من إسرائيل هي كانت مد إيران إسرائيل تمد هي بالأسلحة ضد ضد العراق أوكي ف إيران وإسرائيل بالنسبة للغرب يعني حق أوروبا وحق أمريكا هم يتنافسون يتنافسان إيران وإسرائيل يتنافسون من يقنع أو من يأخذ القبول من الغرب بأنه هو الوكيل الحصري لمصالح قربية في شر الأوسط أوكي القرار مثل ما قلت لك لما شكل إسرائيل يبقى لها دولة وظيفية في حماية مصالحه فإسرائيل هي هي الدولة الوكيل الحصري لمصالح غرب في شر الأوسط إيران ما تقول دول تقول تخلطانين إحنا أفضلكم إحنا إيران سبعين مليون وهذا غلى سبع مليون شوف عدد إحنا دولة من ألاف السين موجودين دولة دولة من منطقة هذه ممتونة من نأنشئين وإن العلاقات في كل الدول المحيطة فينا وهذه دولة منبوذة أنتوا سوتوها وما حد قابلها حتى الرؤساء العرب اللي يقابلون يقابلون باستحياء يعني فإحنا أفضلكم من إسرائيل إحنا يا إيران أفضلكم يا غرب يا أمريكان وأوروبيين أفضلكم من إسرائيل أن تتخذونا دولة لنخذ مصالحكم طيب مقابل هذا الدعم كله ومقابل هذا أن يصل لهم دور غليمي إيران اللي يمانع أن يعني أن أن تتحول النظرة الغربية من إسرائيل إلى إيران الدعم باستنتي أمريكي نعيد له أمريكا أمريكا هي الدعم الرئيسي خاصة بعد الحرب العامية الثانية يصبح الدعم المطلق حق إسرائيل فما بينهم العداء بينهم التنافس وترى يعني إسرائيل ما عنده ما عنده مشكلة أنها توزع عدوارها بينها وبين إيران ما عنده مشكلة يظن بس عشر إن مصر إيران دولة نووية ليش عشان تفوق حق إسرائيل ترى الغرب لما قام قام إسرائيل الغرب كانت أول إلى أوروبا بعين أخذت دورها لأمريكا متعهد أوكي أن يديم التفوق العسكري الإسرائيلي على محيطها السياسي متعهد ها اللي اللي سلح إسرائيل الـ 48 يعني فقط السلاح تحاد سوفيتي اللي سوى مفاعل نوي إسرائيلي الفرنسيين اللي سوى الصناعة العسكرية الفرنسيين إلى سنة 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 سبعين ويصبح كل أمريكي يعني وجود إيران وإسرائيل كل يخدمون الغرب يتنافسون على خدمة الغرب زين شنو علاقة حماس بإيران لا خلني أتكلم عن غطة يمكنها يتوضح يعني علاقة حماس مع إيران بس بس قبلها خلنت حجة إن شنو طبيعة الصراع بينه وبين بين إسرائيل هذا بذل مغطمهما جدا إذا أردنا أن نحصل الصراع صراعات كثيرة لكن أردنا أن نحصل الصراع بنوعين أساسيين أوكي نجدهم في صراع حضاري وصراع اغتصاتي يعني حروب تقوم أما بدافع حضاري أو دافع اغتصاتي الصراعات اغتصادية تقوم على مصاحة اغتصادية يعني على بترول على ممارات مائية على موقع موجع موقع استراتيجي مياه معادن عامل اغتصادي العامل اغتصادي هو هو المحرك الأساسي في الصراع الاغتصادي أوكي وغالبا هذا النوع من الصراعات الاقتصادية غالبا ينتهي بتسوية تسوية سياسية أوكي يعني يعني حتى المنهزم يعطونا شوية قطة من الكيكة عشان يجظى المنتصر يأخذ يقول يعني نصيب الأسد أخذ كيكة كل هذا لا لا توزع توزع عشان ينتهي الصراع توزع المصالح هذه حتى ينتهي الصراع ينتهي الصراع ترى شوف الحرب العالمية الأولى لما قامت قامت في أوروبا العامل الأساسي اللي قام دول الحرب العالمية الثانية أن فرنسا ويقول ترى ظلموا ألمانيا أهانوها ها حرب العالمية الأولى فيعني يعني يعني آآ تكبلوها حيل فخلى خلى هذا عامل أساسي للشعب الأمريكي للشعب الأوروب الألماني أن يقوم لو معطونا شوية حرب العالم الثانية الأمريكان تكفلوا فعات بناء ألمانا كلها وبنوها كلها وصبحت كلمة ألمانا من أمريكا وقال قال ألمان حلمان بيجيش أصلا تحت الحماية الأمريكية فالصراع الاقتصادي يقوم ينتهي عادة بتسوية اقتصادية أو بتسوية سياسية توزع المصال الاقتصادية هذا الصراع الاقتصادي النوع الثاني هو نوع الصراع الحضاري الصراع الحضاري العام الاقتصادي عام الثانوي ما هو أساسي العام الأساسي في الصراع الحضاري هو الدين والجغرافيا والتاريخ وغالبا هذا النوع من الصراعات الصراع الحضاري لا ينتهي إلا بإخضاع طرف لطرف مدام الأطراف عندها مقدرة للصراع لا ينتهي لما طرف يقضي على طرف يعني يجعله خاض للأسف احنا في الوطن العربي عندنا عدوين الصفويين واليهود وطبيعة الصراع بينهم مغصادي حضاري يحتحكم العقيدة والتاريخ والجغرافيا ولا ينتهي الصراع إلا في خضاع خضاعهم لنا أو خضوعنا لهم هذا إن شاء الله بعيدة أن نخضع لهم إن شاء الله والله الآن نسبوع الثنان إحنا خاضعين لكن لن تسرع الصراع الحضار لن هذا طبيعته لا ينتهي بتسوية سياسية أسبوع عبد العزيز يعني إذا 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 أمريكا هي مسيطرة على المنطقة ومسيطرة على الطرف الأول والثاني نعم فهي بيدها ميزان القوة أن تغوي شخص على الآخر وبيدها أن تسحب البصاد فالأمر معنات الكلام إنه كله عند أمريكا الآن الآن الدنيا تحكم بإظام عالمي من 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 فمن من يطبع مع أمريكا أو من يقوي علاقة مع أمريكا هو من سينجح مثلا بس فرق فرق أن أنت تسعى إلى أن تقوي علاقتك مع أمريكا وما بين أن أمريكا تبي تقوي علاقتك معها علاقتها معك يعني يعني الدعم الأمريكي لإسرائيل مو تسعى لا أمريكا عقيدة أمريكية عقيدة برستانتية شو الحل الآن إذا أمريكا تبي إسرائيل شو الحل به بالأسف شوف مثل ما قلتك الحل أن خلن أقولك عن الرئيس البرازيلي هذا حين موجود وقالها قبل قبل جوة الأولى لما كان رئيس يقول للأسف العرب فقط هم يعتقدون أن أمريكا تسعى كل شي لا مو صح مو صح يعني أمريكا أمريكا مو تسوي كل شي بس بناء على الكلام اللي قلت بابدل لا لا بناء على التصاريح أن تضح أن أمريكا هي من تقود العالم وهي من تحدد الخارطة في الشرق الأوسط وأنها هي تقاول إسرائيل ليش هذا السؤال ليش مثل ما قلت لك أنا كثير من الأنظمة العربية ربط مصيرها في أمريكا اوكي فأصبح أولى وأولياتها رضى أمريكا عشان أمريكا ترضى عليه أن يظل في الحكم اوكي وهذا هذا المشكلة إذا تغيرت هالمعادنة السياسية هذه أصبح أصبح الكامل العرب يقولون مصلحة دولتنا أول ثم مصالح الأمريكية هي تتغير يصبح عندنا مجال كبير المناورة مجال كبير المساومات زي طرح من الأسئلة يعني الأسئلة المحيرة الواحدة اللي ممتابع الوضع وطبيعة الصراع العربية إسرائيل اللي كانت عنه وقعنا والدعم اللي لا محدود لأمريكا اللي ممتابع أمور هذه يعرف خفاياها ليش يقول يعني غريبة ورلا ليش لأن دول عربية ما تقول حق أمريكا نحذبوا أحنا ولا إسرائيل ليش ما يقولها دول عربية كلها وإسرائيل حكيت في عقلاء في أمريكا ولا يبقى أنتو ولا إسرائيل ليش ما قالوها ليش لأنهم ربطوا مصيرهم كحكام في رضا أمريكا على مشكلة بدر متى ما تغيرت هذه المعادلة أصبح عند العرب مجال كبير والبناورة والمصار والمساومة وتغيير وتغيير الموازين لكن متى تصير الله العالم توقع الآن جمعة الدول تطلب نتيجة إيجابية بعد نزيل أيجو عند دول دول عربية لا لا الضرب الميت حرام لا 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 ما ما في نتيجة لا 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 أبدا أبدا ولا أترجمنا شيء كلش كلش الحاجة كلها داخل داخل فسطين تحاجة كلها داخل فسطين هذا الأميل أخيره السلام عليهم والثبات إن شاء الله والنصر وخذلان عدوهم إن شاء الله عملية طوفان الأقصى قبل أعفهم قبل ما نتخذ الطفان نبي نعرف علاغة حماس مع إيران أوكي زي آآ خلنا يعني بعض الكلام اللي يقولون الكويتين وبعض الكلام يقولون العرب بعض الكلام يقولون الكويتين يقولون نحن نشكوا فيهم زي عضوا فلسطينيين وفلسطينيين وقفوا مع صدام أيام غزول العراق الكويت وهذا ظلم وكذب حماس هي الفصيل الوحيد اللي أعلن ثاني يوم أنه ضد غزول الكويت ثاني يوم وأنه والله شاهد على ذلك أنا قاري البيان ما له ثاني يوم ثاني ثمانية المضد الغزول العراقي بعدين أصبح في يعني بيانات من رئاسة يعني منهم ربط الله عليه أحمد ياسي يعني و النظام صدام عرض عليهم أيام احتلال عرض عليهم يفتحون مكتب في بغداد قالوا لا يا أحمد ما نقبل ما ذهب أنت محتل دول العربية ما نقبل هذه معلومة يجب أن يفهمها من مواطن الكويتي حماس لم تكن مع العراق في غزوها ل الكويت أوكي قيادة مضموة التحرير ياس عرفات ومن معه ياس مع مع العراق لكن الشعب الفلسطيني موضوع مع الحق الكويتي هذه النقطة النقطة الثانية اللي يتكلم عنها بعض العرب أن شونت وحماس فصيل من فصائل الصح التعبير وجاز التعبير الإسلام السياسي وتوجه الحضار الإسلامي السياسي السني تحطوا إيدكم بيد إيران الحكم الشيعي الذي يسعى إلى تصدير الثورة الخوانية والتشيع طيب أنا برأي أن حماس ناس منصفين ناس عدود حماس داخل غزة يتكور من ثلاث جهات الجهة السياسية والجهة الإنسانية والجهة العسكرية شوفوا صريحهم واسمع بياناتهم الجهة الذي يهتمون في العمل الإنساني اللي غافي دائما دائما يشكرون دول الخليج وخصوصا الكويت وغضر على دعم فلسطينيين في غزة في العمال الإنسانية كلها أوكي ولا يذكرون إيران أبدا اللي بساطة اللي يدعم العمال الإنسانية في غزة الكويت وغطر فمن يتعامل من الفلسطينيين في حماس مع حماس في هذا المجال يشكرون الكويت وغطر وما يشكرون إيران لأن إيران ما تدعم إنسانية أوكي ومن يتعامل في غزة من حماس في العمل أو المجال العسكري ما يشكر كويت وغطر ولا الدول الخليجية يشكر إيران وحزب الله لأنه بكل بساطة حزب الله وإيران هم يدعمون معسكرية بالسلاح وطاق وغطر والتدريب والخليج ما يدعم معسكرية ما يشكر معسكرية أنه حماس مصنفة إرهابية دولية لا أبدا لا أبدا كل شيء بس بس في أمريكا بس والمجال لا فبدر يعني مظرم واحد لما يشكرون إيران يشكرون إيران لدعمهم عسكريا ناس قاعدين يقول حنا حركة تحرير نسعى لتحرير أرضنا محتلة التحرير ما يبي ما يبي سلاح أوكي هذو يدعمون سلاح أشكرهم لأنهم يدعمون سلاح وهذو يدعموني إنسانيا أشكرهم يدعموني إنسانيا سياسيا شوف الحماس في كل مكان لهم علاقات مع إيران ومع الخليج ومع مصر ومع أوروبا وهذا يعني المسعى السياسي ما ما صاروا مع إيران ضد ضد الخليج شوف هذا الفرق ما بين وهذه مهمة جدا هذا الفرق ما بين حماس وحزب الله حزب الله ما يقول إحنا المقاومة أوكي وإحنا حزب الله يقول إحنا ما نستطيع ولا نرضى أن نسلم سلاحنا حق الدولة الدولة اللبنانية شوف ليش حزب الله قال لنا نحن تنظيم مقاومة ضد اليهود المحتلين أرضنا عدو ولا وهذا عذرهم هذا عذرهم من نحن نحتف بسلاح لأن نحن نقاتل اليهود المحتلين مزارع شبعة اللبنانية وطيب وقتالك في سوريا قاتل السوري في سوريا عدو ولا وقتالك في العراق قاتل السنة العراقيين في العراق وقتالك مالحوثي في اليمن هذا حزب الله حماس وين قتلوا ما سفرسطين لم تستطيع إيران أن توظف حماس لقضاياها بر فلسطين مثل ما وظفت حزب الله قضاياها بر لبنان الآن أصبح حزب الله بندقية مستعجرة لإيران حماس أبدا لماذا تدخلها في الوقت هذا في فلسطين من إيران لا حماس ليس من نقطة من زمانهم لا حماس تقول إحنا مرحة تحرر ومرحة سلام وهي صح طيب شوف يعني خلنا خلنتكلم خلنتكلم في المعلومات ليس بالرأي أوكي لما كان رأي تقول هل رأي كيف أنا خالفك لك لما تكلم معلومات ما تقدر لما تقول لي أنت من المعلومة غلطة هذه صحيح حماس تقول إحنا مرحةنا من ثمان واربعين إلى الآن مرحة تحرر من مرحة سلام شو أنتبيني أقعد أتفاوض بالسلام ما محتل من لي رضب الشيء هذا من رضب التحرير تسووا وأوصلوا مو قدوا عشان يصنوا سلام تسووا ما كسبوا أي شيء بل أصبحوا نظام أمني لحماية اليهود من الفلسطينيين هذا حقيقة هذا واقع وهذا حقيقة الآن الحكومة الحكومة أرم الله التنسيق الأمني مع اليهود ضد الفلسطينيين بس هو اللي ما أخذ الشرعية من دول الخليج بداية خلاصة 85 في مؤتمر الجزائر أعلن السعرفات قيام الدولة الفلسطينية ومضوع التحرير هي الممثل الشرعي للشعر الفلسطيني دول حربية قابلة قابلة بين حرفه في سنة تسعين راح سووا سلام الحال مع مع اليهود حماس قالت لا مرحلة مرحلة السلام مرحلة التحرير زين الناس تقول الآن دخول حماس هو لتأجيج أو بعد ما قالت أمريكا أنه يعني اقتراب التطبيع أو العلاقات السعودية الإسرائيلية في ناس تقول دخول حماس للقاء هذا المشروع طيب ننقل لك وجهة الشارع لا صح صح حماس عندهم ثلاث مسارات مسار الإنساني ومسار الأسكر ومسار السياسي عدو على في المسار السياسي هل مصلحة حماس التغارب السعودي اليهودي سياسي نحن نأخذ وجهة نظرك استراتيجيا سياسيا سياسيا ليس مصلحة حماس التي تسعى إلى تحرير فسطين من الإسرائيليين ليس مصلحتها التغارب الإسرائيلي مع أي دولة عربية وخصوص مع السعودية دولة رئيسية هذا سياسيا فأي مسعى لتعطيل هذا التغارب أنا أعتبر السياسي ناجح سياسي نجح ترى شوف في السياسة ما في نوايا سياسة في نتائج ما هي النتيجة التي أدت لهذه السياسة إذا نتيجة صالحك أنت ناجح سياسية إذا نتيجة مصالحك أنت فاشح سياسية إذا إذا هذه العملية العسكرية بالمناسبة ما في عملية عسكرية إلا تسعى الى الحصول على هدف سياسي واللي يقول لك أن القيادة السياسية مات حماس ما يدرون ولا أنت ما هدري مسكي وما يدرون شو نسوونها العسكرين أوكي لكن يدرون متى رح تبدأ شون هدافها متى تنتهي عارفينها ومثل ما قلت لك أن هذه العملية إذا كانت من أحد هدافها تعطيل التغارب السعودي الإسرائيلي غد نجحوا ما اسمع الصالح السعودية اليوم وقفت كل مساء التطبيق هذا نجاح نجاح الحماس هذا شيء طيب بالنسبة لي أنا شيء طيب أن لا يكون في تغارب دولة رئيسية مثل السعودية مع اليهود هذا شيء طيب الحمد لله الشيء الثاني سبب وقلتك بدر أن أنه ما فيه جيش مهما بلغ من قوة إلا في نقطة ضحف عدل هي نقطة ارتكاز وإذا عدوك عرف هذه النقطة وصل لها هزمك الجيش الإسرائيلي نقطة ضحفة ما قوة جوية ولا قوة العسكري ولا قوة البنية ولا قوة البحرية نقطة ضحف الجيش الإسرائيلي لو كان أقوى جيش في المنطقة العامل الإنساني اليهود المواطن هو مواطن ضحف الجيش المواطن اليهودي اليهودي إذا إذا أنت يا مقاط فلسطيني وصلت لهذا المواطن عزمت الجيش مو مطلوب منك يا مقاط فلسطيني أنك أنك تحتل قاعدة جوية أو قاعدة بحرية أو تعطل لا المطلوب منك أنك تلقي القبض على هذا المواطن أما تخذ أسير أو جثة هذا الحين من وجهة استراتيجية اسكرية هذا بالضبط أوكي وهذا واعينا الفلسطينيين واعينا عدل وهذا كان هدفهم من أول يوم أول ساعة واضح أول ساعة ذهبوا كانوا ناس رحون ونحس رجعون للغزة اللي يرجعون معهم أما جثث أو أسرة شوف الفيديوهات هذا واضح كان حتى في أحد الخطبات لأبو عبيدة أو محمد ضيف قال أن اليهود يقولون الأسرة 250 ما عندنا من الجثة ثم الأسرة يفوق ذلك بضعف بس النساء اللي صوروهم وماسكينهم هل هذه أي نساء يعني طلعت صورة أن في وحدة من النساء جردينها من ملابسها وماسكينها وهي ميتة جثة لا لا هم هم لما اختاروا تاريخ هذا اختاروا عن قصد 7 7 كتوبر هو يوم عند العيد عندهم عيد غفران تلك السنة 73 متى عبروا الجيش المصري والله ما كنت قالت ها 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 الجيش المصري عبر في عشرة في 6 أكتوبر ها 6 أكتوبر يعني ليلة 7 أكتوبر عيد عندي لهو اسمه عيد غفران عيد غفران يحطوا مظلة مثلا هذه ويحتفلون يحتفلون داخل احتفلت وكلها خمر ما خمر وعربدة للصبح زين فالجيش المصري اختار هذاك الوقت والقوات القسام اختاروا هذا الوقت لما تخلوا اللي قلوا عنها مجندة هذي هذه مجندة اللي قلواها يعني تخلوا معسكرات معسكرات فيها كل نوع فسات هذه مجندة يعني مين مرأة قد أخذها من بيتها إذا تبي شوفوا فيديوهات لما تخلوا بيوت بكلام اليهودية اللي دول تدخلوا علي عند عيالي وقال لي طمأنني إحنا مسلمين منقتل النساء والأطفال هي دول أوكي وطمّنونا زين ودول واحد منه قال شاف الموزة قال اسمحني أكل وأخذ موزة قلت لأخذ فأكلها وما قالوا شيء ما يطلحوا هذه يهودية دول أوكي الأمر الثاني اللي اللي قال ما قعدوا تحت في أسلحة بالفيديو قلت لها ما في أسلحة هي دولة الله تتكلم باليهودي ويعيفها من يهودي قال إحنا ما رح نقتل لكم أنا بيقتل لكم وأقتل لكم الحين ما رح نقتل لكم إحنا إحنا مسلمين الله يأمرنا ما نقتل النساء والأطفال فكل هذا كلها كلها دعاوة اليهود يعني دعوتهم كلها قائمة على الكذب الشاهد من الحديث بدر إن هذه هذه العملية الأخيرة عملية الطفان الأقصى ليش يعني مختلفة عن قبلها مختلفة لعدة عمال عندت عمال العام الأول إنها أتت بجديد إن المقاتلين اللي الفلسطينيين هم متخطوا غزة واتخلوا فيه داخل غزة محتلة هذا أول مرة تصير هذا واحد العام الثاني إنهم نجحوا في الوصول إلى نقطة ضعف للجيش إسرائيلي وهو العنصر البشري وأخذوا أعداد من المئات معهم حطوهم بغزة لأنه سيصبح في مفوضات الأسرة الفق الحصار أشياء أساسية كثيرة هذا العام اللي نجح مالهم هذا العام الثاني العام الثالث اللي ذكرت تم سائنت أن هذا العملية عطلت التغارب العربي الإسرائيلي لا يوجد مسؤول عربي الآن يتكلم عن التغارب الإسرائيلي الذي يمكن بعض السونية يعني يمكن ما عرب هذا فهذه هذا العام الثالث هذا نجاح الثالث العام الرابع والمهم حقيقة أن هذا يثبت بأن في بواد التغير في النظام العالمي ترى الفلسطينيين يعني الله يثبت نمو إياهم وصد خطاهم من أكثر الناس فهيهم السياسة لأنه مارسونها عندهم قضية حية يمارسونها فيعرفون موازين القوة وتحولات موازين القوة بالعالم وين رايحة هذه الموازين يفهمون عدل فهم يرون بأن وأنا وأيد أن في تغير النظام العالمي يعني تغير النظام العالم ما يعتب يوم ليلة يعني يتغير شوي شوي لكن من يلحظ يستطيع أن يوظف هذا التغير لمصلحته وهم يعون مثل ما قلتك مثال أن التاريخ البشري يؤكد بأن التغير في فنسطين يتغير نظام العالم العالم يعني هم يسعون هذا التغيير الذي يعجل لتغيير موازين القوة في العالم لتغيير نظام العالمي نظام العالمي تتحدش عندنا مدر الآن اللي حاصل ما بين روسيا والصين والهند وأمريكا وأوروبا أوكي البريكس هذه ومجموعة البريكس ومحاولة الانتحاد الأوروبي وأمريكا تحجيم روسيا وفشلهم في ذلك الآن الدول الأوروبية نقول نحن ذنبنا نحن ذنبنا الأوروبيين تضرر من حرب الأوروبيين وروسيا عشان أمريكا أمريكا الآن تبيع الأوروبيين الغاز الأمريكي بسعر أربع ضعاف من سعر الغاز الروسي وكل سنة وكل سنة يشتع يعني يحتاجون الغاز هذا ففي متغيرات في النظام العالمي وين مربط التاريخي البشري يتغير نظام العالمي أنا برأي أسطين زين روسيا في ظل هالنزاعات لها رأي أبو عبد العزيز لها رأي أكيد لها مصالح ولها تطلعات أنا أقول شوف هي لها رأي ولها مصالح ولا نظن أننا أحب لهم من اليهود لا أبدا ولا نترضى عن كل يهود ونصرى حتى تتبع ملاتهم هم هم المصالح زين وليبدوش يقول كل ين يقرب النار يمقرصه هم يقربون النار يمقرصهم أوكي إذا أمريكا تنشقل في هذا الصراع المهم عندها جدا عن أوكرانيا الساعة المباركة عندهم خاتش أمريكا في فلسطين عن أوكرانيا أوكي إذا العرب يبون دعم لهذا القضية من قير أمريكا وجوننا الساعة المباركة هايستغلونهم على كل استغلاق هذا السياسة أوكي لكن أنهم مصيرون مع العرب ضد إسرائيل لا بدر أول دولة اعترفت في إسرائيل روسيا دعمو أمريكا قراميكو اللي كان وزير خارجية كان مندوب روسيا وكان الرئيس الأمريكي اسمه ترومان يحذر المندوب الأمريكي أن أحد يسبقه أسبقه الروسي واعترف في إسرائيل قام هذا في حيات الأمم لما اعترف مندوب إسرائيل قبل مندوب الأمريكي في قيام دولة إسرائيل قام الرئيس الأمريكي واعترف في إسرائيل قبل الرئيس الروسي فمسألة مسألة مسألة إسرائيل هم أقرب بكثير لهم من نحن زينبو عبدالعزيز الناس تكلم تقول أن العملية اللي قامت فيها حماس عذي منظمة أسكريا استخباراتيا مو 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 حركة عادية اللي سوتها هم تشوف هو اختراق أمن إسرائيل تشوف لما انتهت العملية محمد ضيف يعني قاد إسرائيل قدس إسرائيل غسام طلعوا وتكلم عن ما نسميه بيان العمليات بعد ما قاصل عملية يطع القاد يقول حنسونا كذا وكذا وكذا أي عسكري يعني ما أخذ من علوم عسكرية نصيبه ويسمع خطاب هذا يعيب أن الإنسان هذا محمد ضيف يفهم الإستراتيجية العسكرية والعملاتية العسكرية العمل العسكري يتكوى من ثلاث مستويات استراتيجية وعملاتية وتعبوية خطاب محمد ضيف شمل كل هذه هذا واحد الشيء الثاني أن الناس مثل ما قلتك يمارسون العمل هذا زين فأصبح عندهم خبرة عندهم خبرة كبيرة سنين هم مارسون العمل هذا فأكيد واحدين بالضبط شكرا يسوون اللي يقول لك أنهم مسؤولين من الثانين لا يعني بعض بعض وإيران لا لا والله بعض المسؤولين تكلموا عن قطوا معلومات أعتقد أنها أنا يعني أنها صحيحة مئة بالمئة أن لا حزب الله ولا إيران يدرون عن القضية هذه زين بل منهم من زاد قال قال لو حزب الله وإيران دروا كان إسرائيل داركت أوكي يعني حماس وأنا شهد من بذلك لا يأخذوا الأذن من أحد في مسعام لتحيير أرضهم تحيير أرضهم ما يأخذوا الأذن من أحد أبدا هذا واحد الشيء الثاني حماس لا يسعون لا يقبلون أي طرف ثالث أن يستعملهم في قيل قضيتهم يعني مثلا ما أقول لك هذا فرق ما بين حماس ما بين حزب الله ترى نظمة التحيير كانت شديه قضيته فاصطين لكن بعدين أصبح 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 بندقية للأجار فيه كتاب رائع كتاب واحد منهم مرمو التحيير بعدين ضال نحاش وكتاب فيهم قال أصبحنا بندقية للأجار وبو نظام وبو جهاد فصالت توظفهم للأنظمة العربية لقتل الأنظمة العربية الآن الآن حزب الله بندقية للأجار روح أضرب أهل سوريا في سوريا لمصلحة إيران روح أضرب أهل العراق في العراق لمصلحة إيران حماس لا في حالة حرب أبو عبد العزيز ما نبينا نفرق جهة عن جهة أسأل الله ينصر للمسلمين في كل مكان وينصر آمين لا بس هذه بدر يخوك هذه حقائق يعني نتكلم الشيخ فيسر قزار جهة الله خير أنه في حالة الحرب خلاص أنه نجتمع ونتوحد أكيد ما فيها تفرق ما فيها تفرق أنا موقع أنا عادة خاف أنه نديع ونكسب لا 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 أنا ما نفرق لكن هذا يعني مسألة إيران عدو إيران عدو لو تغربنا وياه إيران عدو وعدو مو ديني يعني عدو حضاري يعني فارسي عربي ما نمشه ضدين فارس فرسه عرب متحش عن شعب شعب إيراني شعب إيراني عشت نويان معه تعش عن نظام الصفوي هذا عدو تاريخي عدو حضاري لن يقبل إلا بخضوعك له أو يكون قاضع لك زينبو عبدالعزيز الحين في ظل هالحرب أخلصت على قلاتهم شربة مروقها الآن راح نشوف توسع إسرائيلي في المنطقة نعم هذا أحد أحد المكاسب اللي صارت من الأملية مثل ما قلت لك التغارب الآن الأصبي العربي خجل على أقل خجل يعني المسلولين العرب اللي كانوا يسعون إلى التغارب مع إسرائيل الآن خجلين شو قلون شو قاعد تسوي إسرائيل الآن أول المس قال لكم لكم 24 ساعة عشان تطلعون من شمال غزة إلى جنوب غزة اطلعت شاهتين قصفوها ما لهم أحد ولا ذمة يهود ما لهم أحد ولا ذمة نساء وأطفال إذا أنتم بالجيش لا يقهر لا تخلوا قزة روح قزة قابل المقاتلين اللي جوكم بيوتكم وكسروا خشبكم هذا هذا تطور استراتيجي في إسرائيل العربي إسرائيلي ما في شك لأن ما بعده يبقى أكثر زين يعني ما راح نشوف توسع إسرائيل في سوريا مثلا تأخذ أراضي من سوريا لا تتوات لا لا ما راح تتوسع أنت تشوف هذا شديد انتهت أنا براي انتهت يعني يعني الحلم الإسرائيلي في التوسع انتهى خلاص ولساب واحد أن الإسرائيليين دخل إسرائيل موه أمني ترى شوف ترى إسرائيل قاعد تغير الطبغرافيا الجغرافيا بس في المنطقة اللي فيها مسلطة مسلطة عليها سلطة سلطة فأسطينية سلطة حق رحم الله بس لأنها بتحرف معاها أمنيا ضد عفوا ضد فأسطينية باجي المنطقة هذه أبدا انتهى لا في لبنان لا في سوريا لا في الأردن لا في مصر أبدا انتهى حلم التوسع لأنهم موآمني هو نتوسع وين أنت منتوسع أنا 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 آمن يعني وجهة نظرك الحي فيها أبو عبد العزيز إن بداية زوال إسرائيل لا أخو شوف إسرائيل زائلة إن شاء الله مثل ما قلت لك إسرائيل زائلة لأن عوامل عوامل هدمها موجودة فيها زين لكن متى هذه يعني يتمد على يعني يتمد على على الدعم الأمريكي والخذان العربي إذا تغير أحد العامين هذولا يسرع زوال إسرائيل مدام الدعم الأمريكي اللي لا محدود موجود والخذان العربي اللي لا محدود موجود إسرائيل باقي متى ما تغير أحد الموازنات هذه راح تسرع زوال إسرائيل ولكن فيه عامل أساسي داخل إسرائيل وهو الشعر الفلسطيني أصبح على لدهم أكثر من إسرائيليين والهجرة اليهودية في إسرائيل أصبحت نادرة ما فيه قليل جدا بل كل يعني كل سرع بين غزة وإسرائيل ترى الحكومة الإسرائيلية تسكر الموانئ وتسكر المطارات ها تعرف ليش عشان في سريما نحاشون والله بدر صد صد يعني هذه شوف في كل سرع في كندا وفي أمريكا في مرضمات يهودية ضد غيام إسرائيل ضد غيام إسرائيل يعني كنادا وإمريكا وما شجعون الهجرة إلى إسرائيل تعرف ما سووا سووا مكاتب سموها إكزيت يعني الخروج يعني يخذوا يخذوا كلماتهم من التوراه سفر الخروج يحطون عروض يا إسرائيلي يلي قاعد أنت وحماسك وقاعد طقك ويجيك واحد بالمطعم ويقزك بالستشين وما دري ولا يدعمك عند الحاجز شم قاعدك في إسرائيل تعال عندنا في أمريكا وفي كندا آمني أدفع عشرين ألف دولار ونحن نضبط لك شيء إقامة دائمة ووظيفة دائمة سج هذا في كل سرع تنتعش هذه المؤسسات في كندا وإمريكا وتلقى زبائل يجون عندهم وسكوا المطار عليه والله سكوا المطار وموانعش ما حد نعاش هذه الدول العربية خاتوا بنا وعبد العزيز شنو فرق بين المواجهات العسكرية السابقة والحالية ما بين الفلسطينيين ولا الأسرائيليين سابقا أول يعني إذا تذكرها غالبا يكون دافع التصعيد العسكر الإسرائيلي لما يكون قريب من الانتخابات ووقت الانتخابات فالعامل العامل السياسي الداخل الإسرائيلي هو دفع أساسي للتصعيد مع قزة يبون أي عذر عشان يغصفوا القزة وإحنا نحميكم يعني الحزب الحاكم الإسرائيلي يدعي نحون نحميكم وإحنا نكسر الحماس ونكسر الجهاد ونكسر يعني فصائل المقاومة فكان دافع الدساسي هو الحملات الانتخابية لكن يقولهم عذر يقولهم أي حادث وصعدون فيه وفان الأقصى هذه العاملية الأخيرة لا بالعكس صار الحكومة الإسرائيلية في أردى أحوالها انقسام الشعبي داخل إسرائيل ما حصل 48 ما حصل نيترياهو وحكومته يفقدون كل يوم من أسمهم ويعلمون يعلمون أن هذه نهاية حياتهم السياسية فقاعدين يسوون أشياء متطرفة جدا في القدس لأن الحكومة ترى متطرفة للأخيرة أي نعم ما لقى أحد ما لقى أحد يتحارف معه إلا متطرفين هذولا وهذولا يبون 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 منها مكاسب لأنه يقطون على جرائم على جرائم أموال ما أموال فرضف هذه الحكومة متطرف فتطرفهم في القدس أعطى يعني ذريئة حق فصائل المقاهمة في قزة يعني جناح الأسكر الحماس أن يقوم بالعملية هذه العملية هذه الخلاف بينها وبين السابقات أنه مثل ما قلتك يعني أن المواجهة تكون ما بين صواريخ من غزة على الأرض محتلة والجيش السرائيلي يقصوا في غزة في الطيارات وفي المدفع ما في مواجهة جنود هنا تغيرت مثل ما قلتك يعني الفاصطينيين فضل الله عليهم في علم السياسة وعلم المقاومة أصبحوا قد يكون قد يكون يعني يعني أفضل الشعوب العالم في هذا المجال لأنهم قالوا مرسونة مرسونة سنين يعني مو سنة أو سنتين عشاء السنين أنا ما أشك أنهم يعني هم درسوا عملية عملية المقاومة في فيتنام بسنتينات سنين في فيتنام كانت آآ الشمالية وجنوبية أوكي الأمريكان يدعمون الجنوبيين وفي قوات امريكية داخل الجنوب الفيتنامي وجيش الفيتنام الجنوبي متحالف مع أمريكا ويقاتلون الشماليين الشماليين يقول لا هذا احتلال احتلال أمريكي يجب أن يطلعوا الأمريكان يطلعوا أمريكام هذه قضية فيتنام باختصار يعني طبعا كانوا قبل كان يقتال القتال أن الأمريكان بالطيارات ومدفع يقصفون الشمال في أتنامي وقصف شديد جدا يعني قصف يعني لا يتصور في يوم الأيام بالتاريخ عندهم عندهم عيد عيد في أتنامي يسمونه تت 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 الظاهرنا عيد أو عيد وطني باللغة الفيتنامية بس إنه منتت معناتها مناسبة وطنية عيد في الجنوب سووا الفيتنامي الشماليين سووا غزو على الجنوب المغاتين الفيتناميين الشماليين ما قاوموا النزال الأمريكي في الشمال والطيارات لا لما صارت ليلة ليلة الاحتفالات الشماليين جوا جنوب وتخلوا داخل العاصمة وصلوا السفارة الأمريكية أوكي هذه الأملية قيلة موازين كلها أدت إلى خروج أمريكا النهاية تأجد إلى خروج أمريكا لأن تغيرت تغير نمط الصلاة أنا أعتقد أن أخواننا في القسام عندهم الفكرة هذه أن الآن نحن يجب أن نقير يعني أن نقير العمليات العسكرية بيننا وبين اليهود مو صواريخ لا لا صواريخ صواريخ صوات الخمس ألاف صاروخ الخمس ألاف صاروخ كلها كان قصب منها تغطية الهجوم البري أوكي هم هجموا من غزة إلى خارج غزة تخل الحدود المحتلة المحيطة في غزة وثما قلت لك ذهبوا لي لقصد للوصول إلى نقطة ضعف الجيش الإسرائيلي العنصر البشري وأخذوا ورجعوا هذه اختلاف ما بين المواجهات العسكرية السابقة والمواجهة هذه اسمه عبد العزيز قلت لي أن إسرائيل أقوى جيش في شرق الوسط كجيش كجيش أوكي الآن حماس يعني هي عندها يقين أنها ما راح تقدر تفوز على هذا الجيش إلا إذا وصل إلى نقطة الضعف التي تكلمت عليها أوكي لكن تعلم هماس أن الأثر اللي راح يجيها من الجيش الإسرائيلي يعني راح يضر في حياة ناس كثيرين لا هو شوف هذه هذا فرق بيننا وبينهم دعنا نحط بالطريقة هذه أهل غزة كلهم مع المقاومة وكلهم يعون بأن هذه المقاومة لها تبعات زين أما ما قلت كم ساعة أنا أن العدل الاستراتيجي للدولة الإسرائيلية هي مرة للفلسطينية ولا هذا هذا ممزح هذا حقيقة حقيقة هذا موازين قوها الفلسطينيين في غزة يقولون اللي ينهدم ينبني وليموت نور نور غيرة عش هذا معادة عندهم فشو تهزمهم أنت بتهدم المباني هذه نبنيها أنت بتغتل الناس نور غيرهم لكن هل رح نقاومك ما عندهم الانكسار النفسي هذا أن نحن معاكم مقاومة وانت نحن على حق لكن في تبعات حين ما نتحملها لا ما عندهم وترى مقهرا يعني مقصب عليهم يعني اللي ما قلوا شي هذا لا قناعة بس بالمعقول بابدالعزيز يعني حركة مثل حركة حماس ما رح تغلب الجيش الاسرائيلي لا لا الجيش اسرائيلي يعني نحن شفنا الأثر اللي حصل هدم بيوت هدم حصل قبل حصل حصل قبل مرة كذا مرة حصل كذا مرة حصل شوف هذه أنواع الحروب في حرب اسمها حرب شاملة يصير حرب نهوية يعني وفي حرب محدودة يعني مثل كويت مثل حرب العراقية الإيرانية حرب العراق الإيرانية الكويت والأردن وتركيا ما تورطوا بالحرب محدودة وفي حرب إقليمية يعني عند الدول تتورط مثل الحرب البلقان واسم هرسك وصوربيا وكرواتيا وجملة أسود وإقليم يصد في حرب بين حرب هذا حرب إقليمية وفي حرب لا متوازية أو ما تسمى صلاحا الحرب وسط الناس حرب شوارع لا هي أكبر حرب شوارع طبعا الآن حرب الشوارع حرب عصابات إسرائيل قاعد تسمى الطائرات ليس حرب عصابات إسرائيل الحرب وسط الناس لها قواعد الجيش إسرائيلي والمقاتل الفسطيني الجيش إسرائيلي يقاتل الفسطينيين بأدوات ومعدات ما يملكها في الجيش المواطن الفسطيني والمقاتل الفسطيني يقاتل الجيش إسرائيلي بأدوات معدات ما يملكها الجيش إسرائيلي هني الصي شنو صار حرب لا متوازنة مو حرب متوازية أسمت ركور إني أنا أنا وياك تتقاتل بأدوات مختلفة ما أملكها أنت ما تملكها وما تملكها أنت أنا ما أملكها زي مهما بلغ الجيش أو الدول الإسرائيلية مهما بلغت من قوة ومن تمكين ومن دعم خارجي لا تستطيع الدول الإسرائيلية أن تقنع المقاتل الإسرائيلي أن يستشد من أجل دولته لا أنا قاتل بحمايتك حمايت أمريك وحمايت أوروبا ما عندي سلاد أنا أروح أموت أنا أروح أنتصر وعشان شيري عندي طيارات ودبابات ومدافع وتنصت وكل المقاتل الفلسطيني يقول أنا أقاتلك تحب الشهادة أنا مستعد أني أروح أقتلك وما عندما نقتل في سبيل الله عرفت الفرق بينهم هذه الأدوات المختلفة يتقتون فيها الفلسطيني يعون بينهم إذا هم يبسون جيش يغاتلون جيش إسرائيلي لا يهزمون هذه حرب لا متوازنة يعني الجيوش متوازنة لكن هذه حرب لا متوازنة من أهم عوامل النجاح في هذه الحرب ما يسمى بالحاضر الاجتماعية هل الفلسطينيين يدون ويدعمون المقاتل الفلسطيني هذا اللي يقول أنا بروح أستشهد لكن قبلها لازم أهزم المقاتل الإسرائيلي وهل الشعب اليهودي يدعم الجيش الإسرائيلي في اقتاله مع غزة الآن قل من عليه اليوم في مظاهرة في ساحة جدا وزارة داقلية وزارة الدفاع لأن موكل وزارة الدفاع هي الحاكمة إسرائيل هي الحاكمة الجيش هو الحاكم يطلبون في استقال يعني استقالة نتنياهو والأورط مع غزة ويطلبون في المفاوضات لعودة الأسرة فهذا يعونه المقاتل الفلسطيني يعون ذلك أننا مو مطلوب أننا نسوي جيش عشان نقاتل الجيش إسرائيلي رح ننزم لك مطلوب منا شيئين أن نقاتلهم بأدوات لا يملكونها وهي الشهادة في سبيل الله ومطلوب منا أن نحرص على الحاضر الحاضر الشعبية هذه منهم من الجهة تنظرك هذا علوم هذا علوم استراتيجية علوم علوم عسكرية علوم عسكرية والواقع يثبتها الله يكون بالعون وأسأل الله ينصر المسلمين في المكاعد آمين 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 رب العالمين وعبد العزيز كلمة أخيرة نصيحة رزاك الله يعني إذا كان لابد على كلمة أخيرة في اللقاء الطيب هذا نسأل الله النصر اللي أخواننا في فلسطين هذا أولا ونتمنى نتمنى من الله أن يعني أن لا نظلم أخواننا في فلسطين نحيح وأن نتأكد من المعلومات الآن المعلومات متاحة في معلومات قزيرة جدا حيقة يعني منها صحيح ومنها غير الصحيح لكن نتمنى أن نتحرد الدقة ونسعى إلى الوصول الحقيقة في ما يدور هناك في فلسطين ونظلم أخواننا وأنا والله كل أمل حقيقة كل أمل فيما أراه من يعني أحداث تكون داخل في فلسطين وبر فلسطين وفي العالم أن أن دوت إسرائيل إلى زوال يعني هذا كيان إلى زوال ولكن نسأل الله نراه في في حياتنا إن شاء الله آمين وأخيرا والله يا أخي أنا بدر يعني أنا أشكر كثيرا على هذا اللقاء وأسأل الله أن من يستمع لهذا اللقاء ويشاهده يجد فيه معلومة تفيد إن شاء الله شكرا لك أبو عبد العزيز لقبول هذه الدعوة سحنا ومبارك ووسعتنا وشرفتنا الله يطول ومعي بارك فيك وفي الختام وشكرا على المشاهدة في الختام صلى الله عليه صلى الله عليه صلى الله عليه